المشتقات النفطية في اليمن باتت الشغل الشاغل لليمنيين فبعد أكثر من شهرين تصاعدت حدة الأزمة دون حلول تخفف حجم المعاناة الحاصلة فجميع المناطق الحوثية والمحررة على حد سوى تعاني الأزمة وصد انتشار غير ضبيعي للأسواق السوداء على امتداد الشوارع والأرصفة لكن بأسعار باهظة أثقلت كاهل المواطن للأسف لا حكومة ولا سلطة محلية ولا يحزنون الكل يلهث وراء المادة على حساب المواطن أرجو عمل حلول للحفاظ على ما تبقى من هذا البلد محافظة أبيان وتحديدا مدينة زنجبار نموذج للأزمة فمحطات بيع الوقود أغلقت أبوابها في وجش المواطنين الأمر الذي أدى إلى انتعاش الأسواق السوداء بشكل متسارع وبكميات كبيرة وأصبح البيع فيها بأسعار تفوق قدرة المواطنين الشرائية وظروف العيش المريرة التي يمرون بها خلال ظروف الحرب الدب البدرون توصل إلى 24 ألف في المحطة برغم أن عدن توفر بها من 19 ألف هنا غلاء أصحابنا مغلين زيادة على اللزوم وصوح السوداء كما شاهدون من 30 دبه مالكو المركبات والدراجات النارية شكوا من عدم المشتقات النفطية منذ أيام بشكل شبه كلي ما أدى إلى توقف حركة المواصلات نتيجة لارتفاع تعروفة الأجرى بين مدن المحافظة وعدم وجود الرقابة من قبل الجهات المختصة وتجاهلها لمعاناة الناس التي تتفاقم بسبب الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد مواطن من مواطني محافظة تابين الذي نعاني من أزمة المشتقات النفطية خاصة بالبترول نحن بلد نفطي ومعروف أننا بلد نفطي ما نستورد النفط نهائيين يعني كيف عندنا حنا توصل للدب الـ 24 و600 إلى 25 و5 وفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوضة توصل إلى تسعة ألف وتسعمائة يعني مش هذا قرم في حق هذا الشعب وأمام هذه الأزمة تساؤلات كثيرة حول انعدام المشتقات النفطية في المحطات بينما تتواجد بكميات كبيرة في السوق السوداء وإذا دخلت بعض المناطق ما هي إلا ساعات حتى يتم الإعلان عن نفاذها ليبقى اللوم على المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية التي لم تضلع بدورها في إيقاف العبث الحاصل باحتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وتوفيرها في كافة المحطات وبأسعار معقولة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر